الانتخابات الأمريكية حيث قال رئيس الأمريكية السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قريبة جدا من حرب عالمية وشار المرشح الجمهوري لسباق الرئاسة إلى أن أحداث السابع من أكتوبر وغزو أكرانيا ما كانا ليحدثا لو كان رئيسا للولايات المتحدة في نظري نحن قريبون جدا من حرب عالمية لدينا مسؤولون لا يعرفون كيف يتعاملون مع الوضع ويمكن أن نواجه أخطر مرحلة غير مسبوقة قد تهدد بلا تنح من جهة أخرى تعهد ترامب بانتقال سلمي للسلطة في حال كانت الانتخابات الرئاسية نازيها وقال مرشح الجمهوريين أنه اتفق مع ثلاث شبكات تلفزيونية على إدراء مناظرات خلال سبتمبر وأن على مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس الموافقة على شروطها أتطلع إلى هذه المناظرات ومن المهم إجراؤها أمل أن توافق كامالا هاريس عليها في الرابع والعاشر والخامس والعشرين من سبتمبر وأعتقد أن المناظرات ستكون كشفة للغاية قال فيل جوردون مستشار المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لشؤون الأمن القومي أنها كانت واضحة في أنها ستضمن دائما قدرتها إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران ومن سمتهم بالجماعات التي تدعمها وأنها لا تؤيد حضر الأسلحة على تل أبيب وأشار جوردون في منشور على منصة X إلى أن هاريس ستواصل العمل على حماية المدنيين في غزة ودعم القانون الإنساني الدوري ترجمة نانسي قنقر